مرحبا موعد مباراة بارشلونة ضد أطلاتيك بيلباو إذن سنتعرف الفيديو إن شاء الله على الموعد والقنوات النقلة وأيضا احتمال من سيفوز في هذه المباراة وأيضا من جهتنا سنقول لكم من هو الأقرب للفوز في هذه المباراة إذن ابقوا معنا وشاهد الفيديو حتى النهاية هناك مفاجآت كثيرة في انتظاركم إن كنت جديد على قناتنا وقناتكم فضع اشتراك للقناة وإعجاب للفيديو وهي بنا إلى التفاصيل يواجه فارق بارشلونة فارق أطلاتيك بيلباو في مباراة قوية منتظرة في الجولة العاشرة من الدور الإسباني وتبقى أبرز غيابات فارق بارشلونة عن الدورة العاشرة ضد فارق أطلاتيك بيلباو واللاعب بيدري وأيضا رافينيا دياز وأيضا اللاعب فرينكي ديونغ إذن أبرز غيابات الفارسا ضد بيلباو وتبقى أبرز غيابات فارق أطلاتيك بيلباو ضد فارق بارشلونة بيراي الفاريس إصابة في العضلات وميكي الفيسكا ونيوكو ويليامز إذن من أبرز غيابات بيلباو أمام فارق بارشلونة أما بالنسبة للترتيب الحالي للفارقين البارسا يحتل رتبة الثالثة بواحد وعشرين نقطة أما فارق أطلاتيك بيلباو يحتل المركز الخامس بسبعة عشر نقطة من تسع جولات لكل فارقه أما بالنسبة لآخر خمس نتائج الفارقين فارق بارشلونة فاز ثلاثة مباريات وتعادل في مبارتين فارق أطلاتيك بيلباو فاز ثلاثة مباريات انهزم في مباراة واحدة والتعادل في مباراة واحدة أما بالنسبة لآخر خمس مواجهات الفارقين أما بالنسبة لخمس مواجهات من الفارقين فقد تمكن فارق بارشلونة من الفوز على فارق أطلاتيك بيلباو في ثلاث مباريات وانتهت مباراة واحدة بالتعادل وفاز بيلباو في مباراة واحدة شاهد معنا حكام المباراة موعد وتوقيت مباراة البارسا داتاتيك بيلباو في الضور الإسباني لاليغا الضور العاشرة بالنسبة لملعب المباراة ملعب مونجويك أولمبي الذي يحتضي المباراة بارشلونة داتاتيك بيلباو ومن المنتظر إن شاء الله نقل المباراة على قنوات بي إين سبورت الريالية بالنسبة لإحتمال الفوز بين بارشلونة وأتلاتيك بيلباو بارشلونة 59% تعادل فريقين 23% وأتلاتيك بيلباو 18% هذا احتمالات طبيعة الحال الغيادة أما احتمال ديالي أنا بالنسبة لياينا فربما قد تنتهي المباراة بالتعادل الفريقان شكرا لكم قبل أن تذهب أخي المشاهد أخت المشاهدة صلي على الحبيب محمد عليه أفضل الصلاة والسلام وإلى اللقاء